بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطهرين أعزا المشاهدين أهلا بكم في برنامج بينات موضوع حلقة اليوم علوم القرآن عرض وتحليل قال تعالى وهو يصف القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام نعم فهو النور الذي لا تطفأ مصابحه والبحر الذي لا يدرك قعره والدواء الذي ليس بعده داء والنور الذي ليس معه ظلمة على حد تعبير أمير المؤمنين علي عليه السلام عزا المشاهدين إن أهمية القرآن من الوضوح بمكان وليس ذلك من باب القداسة فحسب وإنما لكونه عماد العلوم الإسلامية قاطبة ومنها علوم القرآن خاصة فمحورية القرآن مسألة حاضرة في ثقافة ووجدان المسلمين والذي يهمنا في حوارية اليوم هو الوقوف عند جملة من خصوصيات علوم القرآن الكريم وبيان وظيفتها تجاه العملية التفسيرية متى بدأت الحركة التصنيفية لعلوم القرآن وما هي الجهة المؤسسة لها ما الذي يمكن أن تقدمه علوم القرآن للعملية التفسيرية نوافده نطل من خلالها على موضوع حلقة اليوم برفقة سماحة السيد رياض الحكيم الأستاذ في الحوزة العلمية نتواصل معكم لكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام أهلا بكم من جديد أحييكم أجمل تحية وكذلك أحيي باسمكم سماحة السيد رياض الحكيم أهلا بكم سماحة السيد مرحبا بكم حياكم الله علوم القرآن هذه الكلمة التي كثيرا ما ترددت على ألسن المتكلمين وترددها أيضا من تحت أقلام المؤلفين ما معنى هذه الكلمة كلمة علوم القرآن ومفردات علوم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد المقصود من علوم القرآن هي مجموعة البحوث التي تهتم بالشأن القرآني وتحوم حوله كما نعرف القرآن الكريم له مكانة متميزة في نفوس المسلمين بل في نفوس الباحثين بشكل عام حتى من غير المسلمين هذا الكتاب بهذا العمق بهذه الضخامة بتنوع المعلومات التي فيه والمواضيع التي تناولها فيما يرتبط بشكله وأسلوبه وكيفية جمعه وترتيبه وغير ذلك من شؤونه اقتضت هذه المجموعة أن تعقد بحوث ترتبط وتهتم بالشأن القرآني مجموعة هذه البحوث هي تسمى بعلوم القرآن فإذن لا يقصد بعلوم القرآن هي العلوم التي اجتمل عليها القرآن الكريم مثل الفقه والعقائد والتربية والتاريخ وغير ذلك مما تناولت الآيات القرآنية وأنما المقصود بعلوم القرآن هي مجموعة البحوث المهتمة بالشأن القرآني وإنما سميت بالعلوم لأنه هذه المجموعة لم تنشأ مجموعة وإنما نشأت بحوثا متفرقة وكان كل بحث يسمى علما فكان يسمى علم القراءة وعلم الجمع القرآن وعلم المقطوع والموصول وغير ذلك من هذه التسميات فإذن المقصود من العلوم هي البحوث وبما أنه هذه البحوث كانت تسمى سابقا وأن كل بحث كان يسمى علما وألف في ذلك البحث مؤلفات موجزة كانت مختصرة تتناول ذلك الجانب فقط وأطلق عليها اسم العلم فجمعت تحت عنوان علوم القرآن أجل أن تقولوا أن الكلام حول العلوم التي تناولت القرآن لا العلوم التي تناولها القرآن أحسنت كانت في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأن المسلمين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الشؤون القرآنية مثل اختلاف اللهجات مثل الناسخ والمنسوخ مثل المحكم والمتشابه التي أشارت إليها الآيات القرآنية نفسها من الطبيعي أنه كان المسلمون يسألون نبيهم الذي أرسل القرآن على يديه عن هذه الشؤون القرآنية ولكن مع الأسف كما نعرف أنه قرار إتلاف السنة الذي صدر عقيم رحلة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الطبيعي أنه أثر على تلك الكنوز التي كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه العلوم على مستوى مشافهة لا مستوى كتابة لا مستوى تدوين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك مشافهة وكتبت بعض تلك الكتابات يعني الروايات التي كان يسأل بها النبي المصطفى كتب بعضها ولكن لم تحفظ كما نعرف بأنه عندما صدر قرار إتلاف السنة وحتى إحراق السنة وأيضا منع تدوين الحديث هو منع تدوين وإتلاف ما كان موجودا هذا أثر أما إذا نرجع إلى ما كتب فقد ذكر العلماء بأنه أول من سجل له كتب في الشؤون القرآنية هو الإمام علي صلى الله عليه وسلم فقد نسب له الشريف المرتضى رحمه الله كتاب المحكم والمتشابه ونسب له سعد بن عبد الله الأشعري كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابه وقال الحافظ بن عقد الكوفي إن للإمام علي عليه السلام ستين نوعا من أنواع علوم القرآن بعد الإمام علي نسب ليحيى بن يعمر المتوفى سنة 89 هجرية وهو أحد تلاميذ أبو الأسود الدؤلي سجل له ونسب له كتاب القراءة وهو شأن من الشؤون القرآنية بعد ذلك نسب للحسن البصري المتوفى سنة 115 هجرية كتاب في عدد آية القرآن كتاب آخر نسب لعبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة 118 هجرية كتاب بعنوان المقطوع والموصول كتاب آخر في الشأن القرآني نسب إلى أبان بن تغلب من أصحاب الإمام علي زين العابدين عليه السلام المتوفى سنة 141 هجرية كتاب معاني القرآن وكتاب القراءات وهكذا توالت الكتابات المتفرقة في الشأن القرآني أو في الشؤون القرآنية ولكن من أهم الكتب الجامعة لعلوم القرآن هو كتاب البرهان في علوم القرآن الذي ألفه بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى في عام 794 هجرية وبعده ألف جلال الدين السيوطي كتابه المعروف الإتقان في علوم القرآن وهذا الكتابات من الكتب التي تعتبر جامعة للبحوث القرآنية التي كانت مشتتتة من قبل نعم ذكر الزرقاني بأنه عثر في دار الكتب المصرية عثر على كتاب يحتوي على ثلاثين مجلدا تحت عنوان البرهان في علوم القرآن مؤلفه الحوفي المتوفى سنة 330 هجرية ولكن الزرقاني يصف هذا الكتاب ويقول بأنه يبدو أنه كتاب تفسيري تناول وتضمن بعض البحوث المهتمة بالشأن القرآني فهو كتاب بالدرجة الأساس تفسيري ولكن أخذ عنوان علوم القرآن واجتمل على بعض البحوث القرآنية وهذا الكتاب ضخم ثلاثون مجلدة والمحفوظ في دار الكتب المصرية خمسة عشر مجلدة منه ما هي أهم المسائل وموضوعات علوم القرآن؟ هناك مجموعة من العناوين الرئيسية لعلوم القرآن والتي جرت حولها بحوث على مر السنين نستطيع أن نذكر خمسة عشر عنوانا رئيسيا العنوان الأول خواص وسمات القرآن الكريم العنوان الثاني إعجاز القرآن الكريم العنوان الثالث حجية الدلالة القرآنية هل القرآن ظواهره حجة يمكن لمن يقرأ القرآن أن يعتمد على ما يستفيد ويفهمه من القرآن أولا؟ هذا بحث مفصل هناك يبحثه العلماء والباحثون من جملة العناوين أو العنوان الرابع هو المحكم والمتشابه العنوان الخامس النسخ في القرآن العنوان السادس الوحي وما يثار حول الوحي وأقسام الوحي وكيفية الوحي القرآني هل كان من خلال جبرائيل أو من خلال وسائل أخرى وأنواع أخرى للوحي العنوان الثامن أو العنوان السابع نزول القرآن كيف نزل القرآن كيف نجمع بين ما دل على نزول القرآن في ليلة القدر وما هو معلوم من أنه نزل متدرجا خلال عشرين أو ثلاثة وعشرين عاما العنوان الثامن القرآن والعلم موقف القرآن من العلم هل يشجع القرآن كل العلوم أو يشجع بعض العلوم نعم العنوان التاسع موضوع التحريف قضية تحريف القرآن هل هناك تحريف في القرآن أو أن القرآن سالم من التحريف هذا أيضا من العناوين المهمة التي ألفت فيها مؤلفات وجرت حولها بحوث معمقة العنوان العاشر ترتيب القرآن هل هذا الترتيب الذي نجده أن القرآن يبدأ من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم السورة الأخرى حتى ينتهي بسورة الناس هل هذا الترتيب ترتيب حادث أو لا وداخل كل سورة هل الترتيب بين الآيات بين آيات السورة الواحدة هل هو ترتيب حادث أو كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هي الشواهد والدلائل على كل رأي المحور الحادي عشر هو جمع القرآن كيف جمع القرآن ومتى جمع القرآن هل جمع في عهد النبي أو جمع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هي معاني الجمع هناك عدة معاني للجمع تبحث في علوم القرآن العنوان الثاني عشر البحوث التي تحوم حول التفسير والمفسرين مناهج التفسير الاتجاهات العامة في التفسير نقاط الضعف ونقاط القوة في كل منهج تفسيري وكذلك طبقات المفسرين خصوصيات المفسرين واتجاهاتهم وكفاءاتهم هذه أيضا تبحث من جملة الشؤون والبحوث القرآنية العنوان الثالث عشر هو قراءات القرآن هناك بعض الروايات وردت أن القرآن نزل على سبعة أحرف ما معنى سبعة أحرف هل المقصود بها القراءات المختلفة هل المقصود بها قراءات القراء السبع أو لا هذا أيضا بحث مفصل يذكر في البحوث القرآنية العنوان الرابع عشر دراسة ظاهرة الآيات المكية والآيات المدنية فلسفة هذا أو تحليل هذا التفاوت هل هناك تفاوت جوهري ما هي السمات العامة للآيات المكية والآيات المدنية وغير ذلك من البحوث المرتبطة هل هذه العنامين وكذلك آخرها أسباب النزول ما هو الدور سبب النزول ومورد نزول الآيات نحن نعرف بأنه القرآن الكريم ما نزل دفعة واحدة وإنما كثير من الآيات نزلت لمناسبات معينة هل هذه المناسبات التي تسمى أسباب النزول هل هي تحدد المدلول القرآني أو تقيده أو لا تؤثر فيه هذه أيضا تبحث في علوم القرآن هذه العناوين الرئيسية الخمسة عشر هي التي تبحث في علوم القرآن وهناك عناوين فرعية جيد لكن هل جميع هذه العلوم متفقنا عليها أو هناك نوع من الاختلاف حول هذه العلوم يعني مرة إذا كان السؤال عن نفس العناوين طبعا المؤلفات القرآنية أو المؤلفات في علوم القرآن بعضها ليس جامعا قد نلاحظ بعض المؤلفات في علوم القرآن يتناول بعض هذه العناوين أو يمر على بعض العناوين مرورا سريعا بينما هناك مؤلفات أخرى تفصل في كل هذه العناوين فهي تتفاوت المؤلفات مثل المؤلفات في سائر العلوم لا نجد مؤلفات في كل علم متساوية في تعاطيها وتعاملها مع عناوين تلك العلوم لكن هل وقع خلاف أيضا في موضوعات العلوم؟ في نفس الموضوعات ليس لا نستطيع أن نسميه خلافا وإنما أحيانا يكون نقصا في بعض المصادر التي ألفت في علوم القرآن مثل بعض المصادر تجدها تتناول مثلا أشرة عنوين بعض المصادر تتناول أربعة عشر عنوان بعض المصادر تتناول إثنين عشر عنوان حسب اهتمام المؤلف بتلك الشؤون وتلك العناوين القرآنية أما إذا كان نفت فاصل قصير مشاهدي الكرام أنتم وبرنامج بينات وسمعت السيد رياض الحكيم نكمل لكن بعد الفاصل اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظم يا قدم يا علم يا حلم يا حكيم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سمطان يا رضان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والميان يا ذا المن والميان مشاهدي الكرام أهلا بكم من جديد بعد أن انتهينا حول موضوع الخلاف في تحديد موضوعات علوم القرآن نكمل هذا السؤال سمحت السيد أهلا بكم من جديد عليكم الله لنوضح الفكرة بنحو آخر هناك أبحاث تشترك فيها علوم القرآن مع علوم أخرى في بحثها من قبيل الناسخي والمنسوخ المحكم والمتشابه وغير ذلك والسؤال كيف يتسنى لنا التمييز بين ذلك كل علم يتناول هذا الموضوع من زاوية على سبيل المثال موضوع الناسخ والمنسوخ قد يبحث أحيانا في الشؤون العقائدية باعتبار أنه خصوم الإسلام من جملة ما استشكلوا به على الإسلام موضوع النسخ وأن هذا هل ينافي الحكمة أو العلم الإلهي أو لا ينافي فهناك يبحث هذا الموضوع ولكن من منظور عقائدي بحث المفسرون يبحثون الآيات الناسخة والمنسوخة يبحثون الآيات المحكمة والمتشابهة ولكن بحثهم يتركز على تشخيص الآيات الناسخة والآيات المنسوخة والآيات المحكمة والآيات المتشابهة أما في علوم القرآن فيبحث هذان العنوانان بنحو آخر مثلا النسخ يبحث في علم القرآن يبحث عن فلسفته عن تحليله عن أقسامه وغير ذلك ولا يهتم الباحث في علم القرآن عن تطبيقات النسخ وكذلك فيما يرتبط بالمحكم والمتشابه أيضا يبحث عن معنى المحكم والمتشابه عن أنحاء الإحكام وأقسام المحكم والمتشابه وعن فلسفة وحكمة وجود المتشابه في القرآن فإذن يبحث هذان العنوانان في علوم القرآن من زاوية أخرى غير الزاوية التي يبحثان فيها في التفسير وغير التفسير نعم جميل هل يمكن تأسيس لموضوعات جديدة في علوم القرآن ذكرتم عدامنا المواضيع فهل يمكن تأسيس موضوعات أخرى طبعا يمكن كلما تطورت المجتمعات البشرية وتطورت العلوم يمكن أن تأخذ بحوث علم القرآن أبعادا أخرى جديدة مثل ما نلاحظ في الفترات والسنين الأخيرة من جملة العناوين الرئيسية التي بدأت تأخذ حيزا في موضوعات علم القرآن القصص القرآني لأنه هذه ظاهرة متكررة في القرآن وكذلك المثل في القرآن أيضا هي ظاهرة متكررة مثل هذين العنوانين ما كان موجودين بشكل مسهب وواضح في المصادر القديمة لعلوم القرآن وإنما بدأت تبحث من جديد بل أكثر من هذا حتى هناك عندما تطور علم اللسانيات وأثيرت بعض الشبهات فيما يرتبط بهذا العلم أو غيره من العلوم حول تأريخية القرآن ونحو ذلك مما أثير في السنوات المتأخرة أيضا يمكن تطوير والتأسيس لعناوين جديدة ولو أحيانا نطور نفس العنوان فمثلا هناك بحث في علوم القرآن يرتبط بحجية الدلالة القرآنية يمكن تطوير هذا البحث بنحو يشمل البحوث والإشكاليات والشبهات الجديدة التي يطرحها بعض المستشرقين بشأن تأريخية القرآن الكريم ألا يدخل ذلك في علم الأصول أيضا؟ لا هذا يختلف عن علم الأصول علم الأصول يرتبط بالتأصيل للفقه هذا يختلف تماما بالنسبة لعلم الأصول فيه العناصر المشتركة التي تهم عملية الاستنباط هذا يختلف تماما علوم القرآن لا يتناول هذه المواضيع من هذه الزاوية حجية الدلالة أليست عنوان مشترك؟ عنوان مشترك لا ولكن يبحث بخصوصيته القرآنية لأن هناك بحث في أصول الفقه تبحث حجية دلالة الكلام بشكل عام حجية دلالة الظهور بشكل عام بينما في القرآن هناك إشكاليات خاصة بعض الروايات التي وردت والتي توهم أن القرآن يفهمه من خوطب به فقط جميل سيد لنبحث وهذه تعالج في علوم القرآن بالدرجة الأساس نعم مدخلية التفسير في تأسيس علوم جديدة هل هناك مدخلية في تفسير القرآن لتأسيس علوم جديدة من علوم القرآن؟ يعني ما نستطيع أن نقول بأن علم التفسير يؤسس لعلوم القرآن وأنما نقول تطور العلوم بشكل عام إثارة شبهات جديدة إثارة إشكاليات جديدة اكتشاف بعض السمات والخصائص القرآنية التي لم تكتشف من قبل هذه يمكن أن تمتلك نقول أن يكون داعيا ليس معنا التأسيس أن يكون داعيا لتأسيس أو لوجود علوم جديدة ليس بالضبط ليس نفس علم التفسير هذا يمكن أنه نقول هي العلوم بشكل عام قد يكون أحيانا علم التفسير يفتح نافذة للمفسر ليطرح عنوين جديدة تحتم أو تخص الشأن القرآني فحينئذ يمكن أن يكون نافذة كما تقول لتطوير البحوث في علوم القرآن لكن تحديد مناهج التفسير ألا يمكن أن ندخله من ضمن علوم القرآن؟ بالطبع ضمن مناهج التفسير تبحث ضمن عنوان التفسير والمفسرون وهو بحث وعنوان الرئيسي في علوم القرآن وكلما تطورت الأدوات التفسيرية والمناهج التفسيرية يتسع هذا العنوان ويتطور لكن هل هناك موازين وقياسات أيضا لانتهاج علوم جديدة أم نصح جميع العلوم التي تأتينا بصفة علوم القرآن؟ قلت المسألة ليست مسألة تصحيح المقصود من العلوم البحوث نعم فكل ما يثار سواء كان صحيحا أم غير صحيح الباحث المسلم والمهتم بالشأن القرآني عليه أن يعالجه إما أن يوافق عليه وإما أن يرده نعم في البحث العلمي ما نقتصر على الثابت حتى غير الثابت لابد أن نذكر الوجه المنطقي لرده فالباحث في الشأن القرآني عليه أن يتناول ما يثار حول القرآن من شبهات أو إشكاليات أو أي شيء لابد أن يتقبلها بصدر الرحب ليستطيع معالجتها والرد عليها نعم ربما لا يسمح لنا الوقت أيضا في بحث جميع الموضوعات علوم القرآن لكننا سوف نحاول المرور بها سريعا من خلال وقوف على أهداف هذه الموضوعات نعم أهداف هذه الموضوعات موضوعات علوم القرآن أهداف قلت المبررات لوجود هذا العلم ولإثارة هذه البحوث المبررات عديدة منها قدسية القرآن الكريم في نفوس المسلمين منها كونه معجزة الإسلام الخالدة منها تضمنه لمحاور علمية وبحوث علمية دقيقة نعم كل هذه الخصائص القرآنية والسمات القرآنية تحفز الباحث المسلم ليثير هذه البحوث ويحلل هذه الشؤون القرآنية كما أنه يحفز خصوم الإسلام لإثارة بعض الشبهات كما أن خصوم الإسلام يحاولون أن يفترضوا نقاط ضعف في كل ما يرتبط بالإسلام وفي مقدمته كتابه الخالد نعم من الطبيعي أنه يكون هذا مساهما في إثراء علوم القرآن لأنه سوف يكون هذا الكتاب الكريم سجالا أو سوف يكون الشأن القرآني سجالا بين الناقد وبين المدافع جميل لنفصل أيضا قليلا من خلال مفردتين من علوم القرآن وليكن ذلك من خلال أسباب النزول والمكي والمدني أما موضوع أسباب النزول بشكل إجمالي أقول نعم أنه أثيرت بعض الإشكاليات بأنه الآيات القرآنية أو كثير من الآيات القرآنية نزلت لدواع محددة تسمى بأسباب النزول حدث معين الشخص يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر معين فتنزل الآية أو يحدث حدث مهم في السلم أو الحرب أو السفر أو غير ذلك فتنزل آية معينة أو بعض الآيات لكن الأهداف المتوقفات من هذا الموضوع بعض الناقدين أو بعض الباحثين أثار هذه الإشكالية أن هذه الآيات القرآنية التي لها أسباب نزول محددة تحدد بتلك الأسباب وتلك الموارد الخاصة ولا يكون لها إدامة وخلود وحيوية وانطباق على حالات متجددة على مر العصور الباحثون في الشأن القرآنية تناولوا هذا الموضوع وقالوا بأنه بالعكس هذه الأسباب ليست محددة للمضمون القرآني وإنما هي منشأ لنزول الآية التي تبقى خالدة ومتجددة على مر العصور هذا فيما يرتبط بأسباب النزول أما فيما يرتبط بالمكي والمدني تبقى التطبيقات مفتوحة بالتأكيد تبقى التطبيقات مفتوحة وتبقى هذه البحوث جهدا بشريا قابلا للنقد وقابلا للتطوير ضوابط الانطباق ما هي؟ هي الضوابط العلمية العامة هناك ضوابط علمية تذكر لانطباق الآيات ليس كل آية نأخذها ونقول هذه تنطبق على العصر الفلاني أو الحادثة الفلانية أو الشخصية الفلانية كما انطبقت على سبب النزول وإنما هناك ضوابط علمية تذكر وتبحث بشكل مفصل في علوم القرآن إذن إذا توفرت أيضا ظروف الموضوعية تنطبق هذه الآية بالتأكيد نعم جلمي نرجع أيضا إلى المكي والمدني بالنسبة لموضوع المكي والمدني بحث لدى الباحثين المسلمين منذ القدم ولكن عندما انفتحت المجتمعات وانفتح الشرق على الغرب والغرب على الشرق أثار بعض المستشرقين والباحثين في الشأن القرآني من غير المسلمين أثار إشكاليات معينة من خلال زاوية المكي والمدني وحاول أن يدعي بأن هناك تطورا في الطرح القرآني وفي الأسلوب القرآني وفي المضمون القرآني عندما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة ومن هنا حاول هؤلاء الباحثون أن ينفذوا ويدعوا بأن هذا القرآن نتاج بشري خضع للتطور الطبيعي لدى البشر في مقابل هذا الاتجاه وهذه الإشكالية طرح الباحثون المسلمون بشكل مفصل عالجوا هذه الإشكالية من كل جوانبها وأثبتوا بأنه هناك فرق بين تعاطي الكتاب العزيز مع تطور الأوضاع وبين تطور نفس الكتاب القرآن الكريم ما تطور أسلوبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تطورت الآيات التي نزلت على التي التي مثلا كانت تأتيه أو تنزل عليه في المدينة عما كان عليه في مكة بالعكس ولذلك نحن نجد بأنه كثير من هذه الآيات التي استشهد بها هؤلاء المستشرقون على فكرة تطور الخطاب القرآني نجدها في سورة البقرة التي نزل التي هي أول سورة نزلت في المدينة المنورة وهذه الفترة القصيرة ما تكفي لإفتراض التطور البشري مع تطور الأحداث بل بالعكس هذا يؤكد أن مصدر القرآن واحد وأن ذلك الحكيم الخبير بشؤون عباده ومصالحهم بادر بمعالجة التطورات الجديدة بخطاب إلهي جديد قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر نأخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجبني دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك الرضا فجد بولائي فجد بولائي مشاهدينا الكرام ما زلتم وبينات وعنوان الحلقة علوم القرآن عرب وتحليل فمرحبا بكم أهلا بكم سواحة السيد حياكم الله هل يعتبر علم التفسير من جملة علوم القرآن إذا كان المقصود من علم التفسير أقسام أو مناهج التفسير وما يرتبط بالشأن التفسيري فهو من العناوين الرئيسية في علوم القرآن دعما وأما إذا كان المقصود نفس عملية التفسير فعملية التفسير تختلف بالبالعكس نستطيع أن نقول بأنه في العصور السابقة ما كانت هناك فواصل واضحة بين بعض البحوث في علوم القرآن وبين عملية التفسير حتى أن بعض المفسرين أقحموا بحوث علوم القرآن في كتبهم التفسيرية وقدمنا في بداية الحلقة بأنه الزرقاني يتحدث عن كتاب الحوفي المتوفى سنة 330 هجرية كتابه البرهان في علوم القرآن يقول هو كتاب يحتوي على ثلاثين مجلدة وهو أشبه بالكتاب التفسيري الذي يتضمن بعض علوم القرآن المسألة معكوسة أن المفسرين كانوا يضمنون بعض كتبهم التفسيرية بحوثا في علوم القرآن جميل ما الذي أيضا تمثله أو تقدمه علوم القرآن لعلم التفسير بالتأكيد كثير من بحوث علوم القرآن تفتح نافذة للمفسر تعطي فكرة عن أصول التفسير لما ينتهج المفسر منهج معين في التفسير هناك عدة اتجاهات تفسيرية لا بد أن يعرف نقاط الضعف فيه ونقاط القوة فيحاول أن يتجنب نقاط الضعف ويستزيد من نقاط القوة فيه نعم وكذلك عندما يبحث على سبيل المثال المفسر في حجية الدلالة القرآنية لا بد أن يكون على بصيرة بأنه إلى أي مستوى يستطيع أن يعتمد على ما يفهمه من القرآن هل له المؤهلات الكافية لفهم كل مراحل الدلالة القرآنية أو لا وغير ذلك من البحوث مثلا العلاقة بين سبب النزول وبين الظهور القرآني ظهور الآيات النازلة في حالات معينة في أسباب نزول معينة هذا لا بد أن يفهمها المفسر ولم يستطيع أن يقتحم غمار العملية التفسيرية من دون أن يحيط بأكثر العناوين في علوم القرآن لكن ماذا يمكن أن تسمى مثل هذه التفاسير؟ يعني التفاسير المعروفة الآن نعم نلاحظ بأن مفسريها عندهم شيء من الاطلاع على الأقل أو الإحاطة النسبية لم تكن إحاطة تامة بهذه البحوث حتى أن بعض المفسرين في مقدمة تفسيرهم ذكروا بحوثا في علوم القرآن مثل ما صنع الطبرسي في كتابه مجمع البيان إذن علوم القرآن تعتبر مقدمة أيضا للعملية التفسيرية أكثر عنوينها تعتبر مقدمة وتمهيدية وتفتح نافذة وتعطي بصيرة للمفسر قبل أن يبدأ بالعملية التفسيرية أختلاف الفهم في مفردات علوم القرآن هل يؤثر سلبا على العملية التفسيرية باعتبارها من الأمور التمهيدية للعملية التفسيرية؟ اختلاف الفهم هذا عنوان ضبابي طبيعي العلماء يختلفون تختلف اجتهاداتهم في كل شيء ولكن إذا استطعنا أن نغير السؤال نقول ضعف إذا كان الشخص ضعيفا في الإحاطة عندئذ يتأثر هذا يتأثر تفسيره بهذا الضعف إذا قلنا أنه يمكن التجدد في عملية علوم القرآن إذا لنحتبر ما مر من التفسير فيها نوع من النقص باعتبار عدم الإحاطة؟ طبعا هناك فرق بين النقص وبين الخطأ أحيانا نجد بعض التفسير ما تناولت بحوث جديدة ولكنها ما وقعت في كبوة الخطأ مفسر تناول البحوث التي كانت سائدة في عصره من دون أن يقحم نفسه بالتزامات من دون حجة وبرهان ممكن طبيعي أنه التفاسير قابل للتجديد قابل للتطوير الإمام علي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه يتحدث عن القرآن يقول لا يشبع منه العلماء هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن قبول البحوث القرآنية والعملية التفسيرية للتجديد المستمر على مر العصر لا يخلق عن كثرة رد نعم الاختلاف في بحوث التفسير هل مرده للاختلاف في فهم علوم القرآن؟ لا هذا جانب منه وليس كل اختلاف هناك عدة مناشئ للاختلاف في العملية التفسيرية نلاحظ مثلا المعتزلي عندما يفسر الآيات المرتبطة بالتوحيد والشأن التوحيدي يختلف تماما عن موقف الأشعري وهذا يتأثر بخلفيته الاعتقادية لا خلفيته في علوم القرآن إذن نرجع أيضا إلى قضية عدم وجود تفسير تام وكامل بالتأكيد لا يستطيع كل مفسر عندما تقرأ تفسيره لا يقول بأن تفسيري هذا تفسير جامع لكل المعاني والأسرار القرآنية جميل نعم إذن التزمنا أيضا بأن موضوعات علوم القرآن وظيفة تمهيدية العملية التفسيرية فربما يقال أيضا إن أبحاث الوحي وأعجاز القرآن وتدوين القرآن لا تؤدي مثل هذه الوظيفة كيف تقيمون ذلك؟ نحن قلنا بأنه أكثر العناوين ما قلنا كل العناوين دعم ولكن إذا حتى مثل ترتيب القرآن على سبيل المثال كما تقول ترتيب القرآن ترتيب القرآن مؤثر إذا اقتنع المفسر بأن هذا القرآن مرتب بأن ترتيب هذا القرآن ترتيب منضى شرعا فحينئذ لا يستطيع أن يفسر أن يربك موقفه أو أن يرتبك في موقفه التفسيري عندما يفسر آية لاحقة بآية سابقة نعم يعني يمكن هذه مسائل أيضا تؤثر بشكل وبآخر بالنسبة للموضوع الآخر الذي ذكرتموه أعجاز القرآن أعجاز القرآن مثلا على سبيل المثال أيضا عندما يأتي المفسر وتكون عنده فكرة عن طبيعة الإعجاز وإحاطة كاملة عن طبيعة الإعجاز أيضا قد يتأثر تفسيره فيما يرتبط بالآيات القرآنية التي تعطي فكرة عن هذا الإعجاز مثل الآيات الغيب مثل المنظومة التشريعية التي تحتويها الآيات القرآنية وغير ذلك هذا أيضا يتأثر بشكل وبآخر طيب سماعت السيد إذن هل من الممكن أن تكون هذه المفردات وغيرها علوما تمهيدية لعلوم أخرى كعلم الكلام ما نستطيع أن نعتبرها علوم تمهيدية بقدر ما نعتبرها ضمن مسائل تلك العلوم تدخل ضمن مسائل تلك العلوم مثلا في علم الكلام يبحث بشكل مفصل الموقف أو توجيه وتحليل وفلسفة النسخ في الشرائع قد لا تتناول تلك البحوث جميع الخصوصيات التي تبحث في علوم القرآن ولكن جزء منها وهو ما يرتبط بالجانب العقيدي يبحث أيضا في علم الكلام وفي علم العقيدة كالمعجزة والأجاز مثلا مثل موضوع الإعجاز مثل المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك أيضا يبحث جميل طيب سمعت سيد البعض يرى أن أهل بيت عليهم السلام قد فسروا القرآن وبذلك تنتفي الحاجة إلى العملية التفسيرية فالله عن علوم القرآن كيف ترون ذلك هذه المسألة صارت سجالا علميا أو كانت سجالا علميا منذ العصور السابقة بين الباحثين المسلمين المهتمين بالشأن القرآني ابتدأ بتحليلهم لموقف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حل أن النبي قد فسر جميع القرآن أو اقتصر في تفسيره على بعض الآيات القرآنية هناك اتجاه يرى بأنه النبي ومن بعده أهل البيت قد قاموا بالعملية التفسيرية غاية ما هناك ضاعت كثير من مفردات وهذه البحوث بينما هناك اتجاه آخر يقول أنه ما عندنا شواهد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت قد قاموا بعملية تفسيرية شاملة هناك بعض الروايات التي تحدثت أن النبي فسر مجموعة قليلة من الآيات وكذلك أهل البيت هناك طبعا كم ضخم من الروايات التفسيرية الواردة من أهل البيت لكنها ليست جامعة الاتجاه الثاني هو المرجح لسببين السبب الأول أنه لم تذكر النصوص التاريخية والروائية أن هناك عملية تفسيرية منهجية شاملة قام بها النبي أو أهل البيت من بعده هذا أولا وثانيا إذا آمنا كما أكدت النصوص التي تحدثت عن القرآن الكريم بأنه غور عميق وأنه يتجدد وأنه لا يشبع منه العلماء وأن سره وغوره لا يدرك من الطبيعي أنه الجماعة التي كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ما كان عندهم ذلك الاستعداد الكافي لفهم الأسرار القرآنية ولو بسبب عدم تطور المجتمعات وعدم تطور العلوم آنذاك فحتى لو كانت هناك عمليات أو عملية تفسيرية بكم ضخم من النبي وأهل البيت ولكنها ما تناولت الأسرار والكوامن الكامنة في الآيات القرآنية فهو لا ينفي الحاجة الملحة لتفسير متجددة على مر العصور نستطيع القول أن أهل البيت والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أعطونا الخطوط العريضة لتفسير القرآن وبذلك نستطيع أن نقول أن التفسير له قابلية التجدد على مدى الأسور الأخرى نعم هناك روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت خصوصا باعتبار فترة بقائهم كانت تواجدهم بين الأمة كانت أكثر وأطول فذكرت هذه الضوابط للعملية التفسيرية وتذكر هذه البحوث بشكل مفصل في مناهج التفسير والاتجاهات التفسيرية فهناك تذكر نقاط الضعف ونقاط القوة في كل منهج تفسيري ويتم الاستشهاد ببعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل البيت من بعد شكرا لكم صلى الله عليه وسلم ممنون وفقين إن شاء الله أستودعكم الله على أمل لقابكم في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم